أخيراً بالصلاة اللبنانية بسيركوط بلانتو بسيركوط أمبير رح نشوف فيلم المخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار بروكن إمبريسز اللي طلع هو سنة الماضية بس نحنا حالياً رح نشوفه الفيلم اسمه الإسباني إن شاء الله ما كون عقوله غلق لوس أبرازوس روتوس فيلم البطل اسمه ماتيو بلانكو هو مخرج سينمائي بيكتب سيناريوات باسم وهم اللي هو هاريكان قبل 14 سنة بيعمل حادث ماتيو وبيفوت بصره وبتموت حبيبته لينا اللي هي فانيلوبي كروس بتكون عم بتمسك بأحد أفلامه من وقت موته هو بينعزل ببقتل بيبتعد نهائياً عن السينما وبيكمل يكتب قصاص الفيلم بيبدأ لما يكون مضطر يخبر هالمخرج رح يخبر قصة حياته لأبن مساعدته اللي موجود بالمستشفى بيكون قاعد عم يعتني فيه وبيخبروا قصة حياته بيخبروا المقساة اللي عاشها قصة الحب اللي كان مزروع بالخيانة بالشرك بالغيرة وليش لقد أدى لهالنهاية المقساوية بيهالفيل نحنا رح نشوف بصمة المدوفار واضحة جداً من خلالها التنقل بين الماضي والحاضر بين البسمة والدمعة بين التراجيديا والكوميديا رح نشوف ألوان كتير قوية من اللي بيحبها المدوفار رح نشوف العنصر النسائي البارز على طول بأفلامه رح نشوف الهوموسيكشول لأنه هو تحديداً المسلي جنسي رح يكونوا متواجدين بالفيل رح نشوف الخيال والواقي يعني نحنا حايرين بين الخيال والواقي يعني لكل أفلام المدوفار رح نشوف أداء رائع لقنالوبي كروز اللي ما بتتقلق فعلاً إلا بأفلامه ونادراً ما نشوفه بهالأداء اللي حلو كتير بفيلم عينيته في أميركا ولا بهالول الفيلب لكل اللي بيحبوا المدوفار بتتأخروا نشوفوا